اشتركوا في القناة اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كنا في الحديث الثاني من باب النسبة حيث أن حمد ابن عمر النصيبي سأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن تفسير سورة قل هو الله سورة التوحيد فالإمام بيّن مفردات في تفسير هذه السورة بعد ذلك وصلنا إلى هذا المقطع وهو تفسير لقوله لم يلد ولم يولد الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا خلقه فيه ولا هو في خلقه الله سبحانه وتعالى هل الخلق داخلون في ذاته كما يزعم بعض المنحرفين وبعض الناس الذين يعتقدون مثلا بوحدة الوجود هؤلاء يعتقدون بأن الوجود واحد هو وجود الله سبحانه وتعالى ولكن لهذا الوجود حدود عدمية هذه الحدود العدمية شكلت السماوات والأرض فكل شيء هو من الله بمعنى أنه جزء من الله سبحانه وتعالى ويشبهونه والعياذ بالله من كلامهم بأمواج البحر أمواج البحر هي نفس البحر ولكن صارت له حدود عدمية فصارت بشكل أمواج فكذلك المخلوقات وهذا كلام باطل وقياس مع الفارق لأن البحر مركب والله سبحانه وتعالى ليس مركب الله خالق الموجودات مخلوقة والحدود العدمية لا معنى لإيجادها لأنها عدمية والعدم لا علة له وما إلى ذلك من كلام مذكور في إبطال من زعمه بوحدة الوجود على كل حال هل خلق الله في الله؟ البعض يزعم أن الله سبحانه وتعالى لأن وجوده غير محدود فخلق الخلق السماوات والأرض هي في وسط الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من كلامهم الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولكن ليس الخلق في الله يعني ليس الله ظرفا للخلق مثل هذه الغرفة مثلا أو هذه الصالة هي ظرف لنا باعتبار أنه احتوتنا الله سبحانه وتعالى ليس هكذا بحيث يكون خلقه فيه ولا هو في خلقه الله سبحانه وتعالى أيضا ليس في الخلق كما يزعم مثلا بعض أدعياء الإسلام بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الأولى نزولا حقيقيا تارة يكون هذا تعبير مجازي يعني الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته إلى السماء الأولى ومن السماء الأولى ينزل هذه الرحمة إلى الأرض أو أنه ينزل ملكا يعني يأمر ملكا بالنزول ثم هذا الملك من المدبرات أمره مثلا يأمره بتقسيم الأرزاق وما إلى ذلك إذا هذا المعنى المجازي هو مراد فلا بأس وفي القرآن الكريم أيضا آيات من المتشابهات يراد فيها المعنى المجازي ثم تأتي الآيات المحكمات وتفسر هذه الآيات التي كانت متشابهة مثل الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى ليس بمعنى الجلوس على العرش لأن العرش مخلوق لله سبحانه وتعالى الله خلق هذا العرش فإذا كان بمعنى الجلوس الحقيقي على العرش معنى ذلك هو أن العرش يحتوي على الله سبحانه وتعالى وأن يكون العرش أكبر من الله سبحانه وتعالى بحيث أن الله يجلس عليه تعالى عما يقولون لا الآية ليست بهذا المعنى وإنما الآية بمعنى سيطرة الله سبحانه وتعالى على المخلوقات كلها فهو المسيطر وهو الجبار عليها كلها هذا المعنى هو المراد وهذا إصطلاح رائج نقول مثلا جلس الرئيس على الكرسي ليس المراد أنه من هذا اللفظ أن هناك كرسي خاص وجلس عليه وإنما المراد أنه تبوأ هذا المنصب المراد أنه سيطر فعلى كل حال الله ليس في الخلق كما أن الحلوليين يعتقدون ذلك أن الله سبحانه وتعالى حل في جسم عيسى مثلا أو حل في جسم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أو حل في أجسام بعض الصالحين أو بعض غير الصالحين كما أن أحدهم كان يقول ليس في جبتي سوى الله تعالى الله عما كان يقول وما يقولون علوا كبيرا كلا لا الخلق في الله ولا الله سبحانه وتعالى في خلقه إذا كانت هناك ولادة لم يلد ولم يولد المولود هو في وسط الوالد والوالدة يخرج من الصلب إلى الرحم ثم يخرج من الرحم إلى الدنيا المولود هكذا هو في وسط الوالد والوالدة ثم يخرج الله لم يولد كما أن الوالد والوالدة كانت النطفة في أصلابهم وأرحمهم وبعد ذلك خرجت إلى هذا الكون وإلى هذا العالم الله سبحانه وتعالى لم يلد فلا مخلوق في الله ولا أن الله سبحانه وتعالى كان في مخلوق آخر ثم خرج من ذلك المخلوق حتى يكون ذلك المخلوق والدا له كلا لا خلقه فيه ولا هو في خلقه لماذا لأن الله سبحانه وتعالى هو علة الأشياء كلها هو خالق الأشياء كلها فلا يمكن أن يكون مخلوقا أن يكون مسبوقا بالعدم المولود مسبوق بالعدم لم يكن ثم ولد فلذلك المولود لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى كما أنه ليس بوالد لماذا لأنه هذه صفة الأجسام أنت تحتاج إلى أبنائك لاستمرار نسلك لكي يعاونوك في المستقبل تحتاج إلى أن تكون لك زوجة صاحبة الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى اتخاذ صاحبة هذه صفات الله سبحانه وتعالى منزه عنها لعدم حاجتها نحن نحتاج البشر يحتاجون إلى أن يكون لهم زوجات وفي استمرار الوجود يحتاجون إلى تناسل لأنه إذا ما كانوا تناسل كان ينقطع الوجود الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي كان من الأزل موجود وهو إلى الأبد موجود ولا يحتاج لا إلى ولد حقيقي ولا إلى ولد مجازي بالتبني يعني هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن يتبنى أحدا كلا عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أكبر درجة وشرف له أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى فعيسى عليه الصلاة والسلام لماذا يكون ابنا روحيا لله كما تزعم بعض النصارى حينما رأوا أن مسألة التثليث لا يمكن قبولها من العقول النيرة أنا شخصيا سمعت من قسيس إنجيلي هذا الكلام كان يقول أن عيسى ابن لله ابن روحي قلت له لا بعث إذا كان ابنا روحيا فلماذا إبراهيم لا يكون ابنا لله ولماذا موسى لا يكون ابنا لله ولماذا الأنبياء الذين تعتقدون بهم لا يكونون أبناء لله ثم إن الله سبحانه وتعالى هل يحتاج إلى أن يتخذ عيسى ولدا كلا فإن عيسى شرفه أن يكون عبدا لله وهكذا الأبناء الذين اتخذوهم زعما منهم بأنهم أبناء لله شرفها أنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى إذن فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يتبنى أحدا وليس هو جسما ولا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى استمرار الناس المثلا لأنه موجود من الأزل وإلى الأبد فهو السرمادي فلذلك لا خلقه فيه ولا هو في خلقه ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول غير محسوس ولا مجسوس الله سبحانه وتعالى ليس بمحسوس من الحس الحس عادة الكلمة موضوعة لتطلق على الحواس الخمس الرؤية والسماع واللمس والذوق والشم ولكن تعارف استعمال الحس في النظر يعني إذا نظر إليه ورآه يقال أحس به وهذا استعمال اللفظ العام في المعنى الخاص أو في أحد المصادق هذا معنى غير محسوس يعني هل يمكن أن تلمس الله سبحانه وتعالى أو أن تراه مثلا أو أن تشعر به بحواسك كلا لأن الله ليس بالجسم الإحساس إنما يكون في الأجسام وليس في كل الأجسام في بعض الأجسام يعني إحنا كل الأجسام هم من نحس بها يعني الهواء نقدر نشوفها لا نعم باللامسة نلمسه عندما تهب ريح نشعر بهذه الريح عبر خاسة اللامسة لكن يتمكننا النظر إليه لا الآن الوجود الذهني أنت الآن في ذهنك أنا في ذهني كثير من الأمور هذه الأمور موجودة هل يحس بها الآخرون كلا الوجود الذهني الروح جسم كما هو الحق والصحيح ولكنه جسم لطيف هل أنت بحواسك تشعر بالروح كلا وإنما بعقلنا نحن نشعر ببعض الأجسام اللطيفة يعني نحن بعقولنا نشعر بوجود الروح لأننا نميز بين موجود حي وموجود ميت هذا حي وهذا ميت زين دقيقة قبل كان حي والآن مات ما هو الفرق؟ لا يوجد أي فرق في أعضائه لا يوجد أي فرق في الجسم وإنما هناك انفصال للروح الإنسان تعرف الأشياء بأضدادها حينما نرى حيا وميتا نعرف معنى الروح بعقولنا الجن من منا أحس بالجن؟ لم نحس بالجن ولكننا نصدق بوجود الجن لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك في كتابه الكريم المغيبات لا نشعر بها لا نحسها ولكننا نصدقها لوجود دليل على ذلك كم من مدينة لم نراها نحن؟ ما شفناها كثير من المدن لم نسافر إليها لكننا نعلم بوجودها لماذا؟ لأن هناك إخبار يقيني بذلك على كل حال الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم حتى يكون محسوسا فلذلك غير محسوس وإنما نعلم بوجود الله سبحانه وتعالى عبر عقولنا عقلنا يدلنا على وجود الله سبحانه وتعالى فطرتنا تدلنا على وجود على وجود الله سبحانه وتعالى غير محسوس ولا مجسوس من الجس يقال جس النبض الجس بمعنى اللمس هذه القوة اللامسة يعني الله سبحانه وتعالى ليس قابل لأن يلمس لماذا؟ لأن الملموس هو جسم تلمسه بحاسة اللامسة تشعر به الله ليس بجسم حتى يمكن الشعور به عبر حاسة اللامس فالله سبحانه وتعالى غير محسوس ولا مجسوس وإنما ندركه بعقولنا ندركه يعني نعلم بوجوده وإلا الوصول إلى حقيقته حتى بالعقول غير ممكن وإنما العلم نعلم بوجود الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في حلقات مضت نحن حتى بعض الأجسام المخلوقات لا يمكننا أن نعرف حقيقتها نعم نعلم بوجودها لكن ما هي الحقيقة؟ لا ندري الكهرباء نعلم بوجوده ونرى آثاره ولكن ما هي حقيقته؟ غير معلوم الروح نعلم بوجوده ونشعر بآثاره الحياة من آثار الروح ولكن ما هي حقيقة الروح؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا غير محسوس ولا مجسوس يعني لا يمكن إحساسه باللامسة لا تدركه الأبصار لا يمكن رؤيته هذه آية قرآنية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهذه الآية هي الآية المحكمة التي تفسر الآية المتشابهة الأخرى التي تلك الآية تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها منتظرة وهذا ما سيأتي في الأبواب القادمة إن شاء الله هذه الآية بعض المجسمة الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يرى يستدلون بها إلى ربها ناظرة يقولون نعم نحن نرى ربنا يوم القيامة مثلا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة وفي هذه الدنيا أيضا كان يمكن أن يرى لكن الله لم يشاء أن يرافي هذه الدنيا زين هذه آية متشابهة الآية المحكمة لا تدركه الأبصار وآية أخرى محكمة لن تراني ولن لنافي التأبيد المشكلة في هؤلاء حينما تعدوا عن منهج الرسول صلى الله عليه وآله وحينما لم يطبقوا وصية الرسول في التمسك بعترته أهل بيته حينما وصى في حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا لن تضلوا بعد أبدا هؤلاء لم يتمسكوا بالعترح فاختلطت عليهم الأمور ودخلت الأقاويل والاعتقادات الفاسدة فتصوروا الناسخ منسوخا والمنسوخ ناسخا وتصوروا المحكم متشابها والمتشابه محكما وهكذا فظلوا وأظلوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الله محيط بعلمه وقدرته بالأبصار وأصحاب الأبصار وهو اللطيف الخبير ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين نوع ارتباط آخر بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقات يقول على فقرب ودنى فبعد الله سبحانه وتعالى عالي وعلوه سبب قربه هذا ما دلت عليه الآيات الكريمة الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى يقول له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم عالي وهو العلي العظيم فهو عالي وهو قريب أيضا يقول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُّ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ زين المعنى أن الله سبحانه وتعالى ارتفع عن خلقه بذاته ذات الله سبحانه وتعالى أرفع من جميع خلقه بذاته وبصفاته أيضا وأنه تعالى جد ربنا صفات الله سبحانه وتعالى أيضا مرتفعة عن مشابهة خلقه وهذا العلو هو سبب علمه بهم وقدرته عليهم لأن الله عالي عن المخلوقات فهو عالم بها وهو قادر عليها فلذلك هو محيط بعلمه وقدرته بالمخلوقات فيكون قريب منها ليس بمعنى القرب المكاني مثل هذا الميكروفون قريب مني أو هذا الكتاب قريب مني مثلا كلا لأن الله سبحانه وتعالى ليس في المكان حتى نقول قربه منا قربا مكانيا كلا وإنما بمعنى أن علم الله محيط بكل شيء الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء بل يعلم بكل موجود ويعلم أيضا بالمعدومات وعلم الله لا نهاية له وأيضا محيط بقدرته يعني لا يخرج شيء من الأشياء عن قدرة الله سبحانه وتعالى فعلو الله سبحانه وتعالى سبب قربه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مرتفع عن مخلوقاته بذاته بذاته وبصفاته فلذلك يحيط بالمخلوقات علما وقدرة ودنى فبعد يعني الله سبحانه وتعالى قريب من المخلوقات ولكن بعيد عن حواس المخلوقات عن عقول المخلوقات عقلنا يدرك أن هناك خالق هو الله سبحانه وتعالى متحلي بصفات الكمال منزه عن صفات النقص لكن ما هي حقيقته مجهولة لنا لا نعلم لأننا قاصرون عن المعرفة الكاملة وإنما نحن نعرف بأصل الوجود وبصفات الكمال وبالتنزه من صفات النقص أما حقيقة هذه الصفات وحقيقة هذا الوجود غائب عنها لا يمكننا أن نصل إلى تلك الدرجة فلذلك الله سبحانه دنى هو علة للمخلوقات يعني خالق لها مقصودنا من العلة في كلامنا ليس العلة بالمعنى الفلسفي وإنما مقصودنا أنه سبحانه وتعالى خالق لهذه المخلوقات هو سبحانه وتعالى علة لهم وهذه العلية هي سبب بعده عن الحواس والعقول الله سبحانه وتعالى يقول فتعالى الله الملك الحق ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام في استمراره في تفسير سورة التوحيد يقول وعصي فغفر وأطيع فشكر هذا أيضا نوع نسبة وكيفية الارتباط بين المخلوقات وبين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حيث أنه الملك القادر على الخلق فيغفر لمن يشاء ويثيب من يشاء العية الشريفة تقول وقال الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور والشكر من الله سبحانه وتعالى بمعنى السواب فأيضا نسبتنا إلى الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا فإذا عصيناه قد يغفر لنا إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا واحد تاب الله يقبل توبته بشروط مذكورة إذا واحد لم يتوب إذا كان مشركا لا يغفر الله له ولكن إذا لم يكن مشركا يعني كان موحدا مسلما صحيح العقيدة لكنه ارتكب الذنوب لم يتوب منها لعل الله يغفر له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا النوع ارتباط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى هو أن الله يأمرنا فإن أطعناه فيثيبنا وإن عصيناه يغفر لمن يشاء ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا تحويه أرضه الله ليس في الأرض لأن الأرض مخلوق لله سبحانه وتعالى ولا يعقل أن يحيط المخلوق بالخالق وإلا لكانت الأرض أكبر من الله سبحانه وتعالى والمخلوق يكون أكبر من الخالق معنى ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى جسم لأن المكان من صفات الأجسام الاحتياج إلى المكان والله سبحانه وتعالى منزح عن الاحتياج ومنزح عن المخلوقات الله المكان مخلوق له لله وليس الله سبحانه وتعالى في المكان ولذا الآية الشريفة تقول ألا إنه بكل شيء محيط الله أحاط بكل شيء بعلمه وقدرته إذا كان في الأرض معنى ذلك أنه ليس محيط بكل شيء معنى أن الأرض أحاطت به وهذا خلاف هذه الآية مضافا إلى أنه خلاف العقل وبعد ذلك يقول ولا تقله سماواته قل بمعنى حمل المعنى أن السماوات لا تحمل الله سبحانه وتعالى خلافا لما يزعمه المجسمة أن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش ولأن العرش فوق السماوات فثقل الله وثقل العرش قد يسبب في انفطار السماوات لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ السماوات من الانفطار كلا ليس هذا المعنى والآية التي تشير تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ليس بمعنى أن الله ثقيل والعياذ بالله من كلامهم وأنه جالس على العرش والعرش على السماوات فهذا الثقل لا تتحمله السماوات كلا بل المعنى أن السماوات من خشية الله تكاد تتفطر وإلا الله ليس بالجسم حتى يكون ثقيل بهذا المعنى الذي يصوره المجسمة لا تقله سماواته السماوات مخلوقات لله فلا يعقل أن تحيط بالله سبحانه وتعالى وبعض المجسمة يزعمون أن الله سبحانه وتعالى جالس جلوسا حقيقيا على العرش الإمام يقول حامل الأشياء بقدرته الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ الأشياء هو علة وجودها هو علة استمرارها هو علة بقاءها في فوق أو في تحت يعني مسلط عليها من كل الجهات وليس ارتباط الله سبحانه وتعالى بخلقه أن تضمه أرض مخلوق له أو تقله سماوات مخلوق له أو أنه يقله عرش بحيث أنه يجلس جلوسا حقيقيا عليه كلا الرحمن على العرش استواء سيطر على العرش على القدرة على العلم على الملك كما سيأتي في أحاديث في تفسير هذه الآية الكريمة ديمومي أزلي يعني الله سبحانه وتعالى لا في وجوده يحتاج إلى أحد ولا في استمرار وجوده يحتاج إلى أحد عكس المخلوقات دا نبين الإمام دا يبين كيفية ارتباط المخلوقات بالله سبحانه وتعالى الله في وجوده يحتاج إلى مخلوقاته كلا في استمراره يحتاج إلى مخلوقاته كلا بل بالعكس المخلوقات هي التي تحتاج في أصل وجودها إلى الله وفي استمرار وجودها أيضا تحتاج إلى إفاظة الوجود من الله سبحانه وتعالى آنا بعد آن أما الله سبحانه وتعالى ديمومي ديمومه بمعنى أنه أبدي دائم ديمومه مصدر دام يدوم دام يدوم دواما وديمومة الله سبحانه وتعالى وجوده دائم ووجوده أزلي يعني من الأزلكان ليس له بداية وإلى النهاية وليس له نهاية مستمر وجوده وهذا ما يعبر عنه بالسرمدية السرمدي الأزلي يعني موجود من الأزل بلا بداية أبدي أو ديمومي يعني موجود إلى الأبد بلا نهاية والسرمدي الجامع بين الأزلية والأبدي زين الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مخلوقاته هل ينساها؟ كلا هل يلهو بها أو خلقها ليلهو ليعبث؟ كلا هل يخطأ؟ كلا يلعب؟ كلا الإمام عليه الصلاة والسلام يبين هذا تفسير للصمد هو لأن الكلام في تفسير سورة التوحيد الإمام يقول لا ينسى ولا يلهو ولا يغلط ولا يلعب لأن من شأ هذه الأمور النسيان واللهو والغلط واللعب هو النقص ومن يرتكب هذه الأمور فهو ناقص يحتاج إلى غيره في زوال نقصه النسيان معناه هو الجهل بالشيء بعد العلم به يعني مرة الإنسان لا يعلم بشيء أصلا لا يقال نسيه يقال جهله لكن إذا كان يعلم بشيء ثم انمحى من صفحة ذهنه يقال نسيه هذا نقص الله سبحانه وتعالى ليس بناقص بحيث أنه ينسى مخلوقاته أو ينسى أي شيء ثم لا يلهو اللهو بمعنى انصراف الذهن عن شيء لانشغاله بشيء آخر وقد يكون بمعنى الغفلة يعني الإنسان عندما يلتفت إلى شيء قد يلهو عن شيء يعني يغفل عن شيء آخر وقد يكون اللهو بمعنى اللعب لكن في أصل المعنى اللهو هو انصراف الذهن عن شيء لانشغاله بأمر آخر هذا أيضا صفة نقص يعني الإنسان يلتفت إلى شيء لا يتمكن في نفس الوقت أن يكون ملتفتا إلى شيء آخر فلذلك يلهو عن ذلك الشيء لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص فهو عالم بكل الأشياء وبشكل دائم الله سبحانه وتعالى في آية من القرآن يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين والغلط بمعنى الخطأ أن يجعل شيئا ما كان شيء آخر عندما نقول غلط فلان في كلامه يعني رادي يقول كلمة بدل تلك الكلمة استعمل كلمة أخرى سواء عن قصد أو عن غير قصد فالغلط هو الخطأ بجعل شيء ما كان شيء آخر ومنشأ الخطأ إما الجهل أو الغفلة أو العجز والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك وأيضا ولا يلعب لأن اللعب هو بمعنى الانشغال بأمر بلا غرض إذا أنت انشغلت بغرض لا يقال لعب يعني إذا واحد يحفر الأرض لماذا تحفر الأرض؟ أحفر بئرا لكي أستخرج منها ماء هذا لا يسمى لعب لكن واحد يحفر الأرض لماذا؟ هكذا بدون غرض هذا يسمى لعب زين منشأ اللعب شنو هو؟ منشأ اللعب نقص الإدراك نقص الإدراك الطفل عندما يلعب في بعض الأمور هذا لنقص إدراكه أو الحاجة إلى ملء الفراغ يمكن كبير ينشغل باللعب لأنه يشعر بفراغ فيريد أن يملأ هذا الفراغ أو أن يتسلى وكل هذه صفات عجز الاحتياج إلى التسلي الاحتياج إلى ملء الفراغ نقص الإدراك والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك لأنه السيد المقصود إليه في كل شيء ثم لهذا الحديث تتمه نتركها إلى جلسة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة